عقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وخلال الاجتماع استعرض وزير الثقافة الخطة التنفيذية للفعليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة ضمن هذه المبادرة التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وترسيق قيم الثقافة والتعليم وأكد وزير الثقافة أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر وخلق بيئة تعليمية وتقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية قوية ما يتماشى مع رؤية مصر 2030